مرحبا بكم أعزائي المشاهدين يواجه القطاع الصحي في العراق عددا من الانتقادات بسبب ما يوصف بأنه رداء في الخدمات وقلة في الوحدات الصحية ونقص في الأدوية المتوفرة في هذه الوحدات هذا فضلا عن مشاكل الأمراض المزمنة وتكرار حدوث ما يعتقد بأنه انتشار لبعض الأوبئة بين الحين والآخر إذن عزائي المشاهدين حلقة اليوم مخصصة لمناقشة الواقع الصحي حيث استضيف فيها الدكتور عبد الأمير المختار مستشار وزارة الصحة والدكتور عامر عبد السادة مدير قسم القطاع الصحي الخاص والاستثمار والدكتور عبد الناصر كامل مركز العمليات وطب الطوارئ وبالتأكيد عزائي المشاهدين استضيف الجمهور الكريم الذي سيتولى إثارة المحاور وتوجيه الأسئلة وأبدأ إذن مع سؤال السيد نجم عبد كاظم إذا ممكن من المقدمة بدأ الأستاذ بسؤل الخدمات الصحية في الواقع العراقي أنا أذكر لك حادثة عشتها مع ابنتي مع إحدى المستشفيات الكبيرة أجرينا لها عملية الورم الخبيث عافانا الله وعافاكم عنه فأجرينا العملية بعد يأس من المستشفى الأهلي لطلباتهم الباهظة لإجراء العملية فذهبنا إلى الحكومة الموقرة المتمثلة بمستشفى كبيرة جدا أجرينا العملية هي مستشفى؟ وإحنا قلنا ما نجيب أسمها ليش؟ مستشفى كبيرة جدا موجودة هي بباب معظم معروفة يعني كأنك سميتها تفضل فبعد ما أجرينا العملية انطاني الدكتور الراتشيتة فرحت كثيرا بنجاح العملية نزلت إلى الصيدلية الكبيرة العظيمة أعطيتهم من الراتشيتة سبع فقرات من الأدوية بما فيها المغذي فلم أجد وبارك الله بتلك الصيدلية ولا دواء أشوق تقريبا ما قصر للكلام هذا؟ أشهر نعم تفضل بعدين الطامة الأخرى انطاني العينة مع لابنتي نزلنا إلى المختبر المختبر أخبرني بأنه لا توجد مستلزمات الفحص لهذه العينة اندهشت آني قلت له والنتيجة قال اذهب إلى المستشفى الفلاني الأهلية طيب هذه المستشفى بهذه العظمة بهذا التاريخ العظيم الذي يدخلون ألف وخرجون ألف أليس فيها مدير تخطيط بالمستشفى أليس فيها مدير تجهيز بالمستشفى مدير التخطيط مسؤول على كل الأمور الموجودة في هذه المستشفى العظيمة ألا يستطيع أن يوفر الأدوية ألا يستطيع أن يوفر المستلزمات الأخرى اللي أهل المريض يجيبوها من بيتهم طيب طيب فضل كمل يعني فاللي اللي نتوقع أنه تكون هناك دراسة جدية باتخاذ المستلزمات اللي يتأمن صحة المواطن بهذه المستشفى العظيمة سيد نجم خلينا يعني هذا هذا المضمون يعني نعم طيب خلينا أنتقي أكيد أبدي بالدكتور عبد الأمير شكرا جزيلا إذا ممكن بسم الله الرحمن الرحيم أولا أشكركم على تحت الفرصة شكرا للوجود بينكم ومع الجمهور وممثليهم في الواقع أنه بدأتم بذكر سلبية أنا تسمحوا لي قبل أن أدخل على سؤالكم الطب والصحة في العراق تقدم على مدار ساعة 24 ساعة الخدمات التي تقدم من قبل أطباء وتمريضين وإداريين وترعاها الوزارة والمؤسسات المختلفة هي خدمات جبارة وتتعرض كما يتعرض العراق لتحديات عدة التحديات كثيرة سببها انهيار الدولة بالاحتلال الأمريكي 2003 وسقوط الدولة كليا وزات الصحة في 2004 ما كان بيها كرسي حوسمة كليا أنا كنت مدير عام دائرة مدينة الطب أنا جراحة استشاري كنت في أشتغل في بريطانيا مشتغل في الإمارات حوالي 30 سنة وكجراحة استشاري مو لاجئ ولا وقدمت إلى بلدي ومن دخلت طوارئ مدينة الطب في 2004 أول دخولي بكيت من السوق الوضع الذي موجود به ودخلت إلى دار الأطباء بكيت أنا جراح أفتح بط المريض وخيطه والدم ما يهزني ونما هزتني التدهور الشديد بكيت إذا أسمح المداخلة طبعا الخدمات أكيد جليلة أنا رحجي إذا أسمح حالة وحدة مثل أب وبنت وما يلقى الخزعة يأخذها المختبر يرفضها وهذه تتكرر طبعا أنا رحجي بس من الضروري أن يكون الجانب الإيجابي موجود مع الجانب السلبي أنا ذكرت في تمنياتي أن تتحسن الخدمات مما يدل على عدم رضائي على الخدمات المقدمة بالرغم من كل الجهود التي تبذل واضحة هذه اللي تفضلت بي يعني كل حالة يجب أن تناقش وحتى يشوف الخلل مالتها وين هناك نقص في الدواء أعتقد موجود هناك نقص في الخدمات وفي السيطن الصحي إن عم موجود يعني سيدا أقول لك ما موجود لا بس ويشير الحالة مثلا الخزعة هذه السعوب في نقص الأدوية الخزعة لمن يأخذها للمختبر الحكومي دزة على مختبر أهلي يعني خلل فضيح هذا هذا خلل مرفوض جدا تريد أن أقول لك أنا أنا عاني أنا كجراحي استشاري مرات مريضة اللي أعالجة في داخل المستشفى من ضمنها المستشفى الكبرى أعاني من متابعة بعض الأمور عندنا ضعف عندنا خلل طيب تقريبا عشرين سؤال إذن خلنا ننتقل إلى سؤال سيد عماد فليا حدا ممكن السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله الحقيقة ما دا نشوف أكو تنسيق بين مؤسسات الصحية أنا عند حالة بنت مريضة تعالي من مرض الحد أنا ما مشخص نهائيا راجعت عدة مستشفيات فأخر شي اللي جيت إلى اللجانة الطبية ما المعظم باللجانة الطبية الباب معظم فطلبوا مني تشخيص المريضة يعني تشخيص المرض في حين هي التقرير الطبية يشير عدم وجود يعني أجهزة كافية لتشخيص مرضها فبقيت بين دوامة المستشفى اللي يمشي خصة المرض واللجانة الطبية اللي ترفض عرضها على اللجنة لعدم وجود تشخيص طيب هذا أريد أخذ الإجابة عليها من دكتور عبد الناصر وأنا أقدر أنه الاختصاصات وخلوني أشير أعزائي المشاهدين لأنه الحالة العامة اللي نواجهها هي مؤسسات الدولة أنه صراحة صعوبة استجابة المسؤول بدءا من الوزير إلى وكيل الوزار اللي يتوقع مواجهة الجمهور يتوقع قضية يتحاشها ويحاول يدبر عذار سفر ما إلى ذلك بالنتيجة الأساتذة يعني بصراحة جاييننا تكليف ومن اختصاصات مختلفة فأنا أقدر الطاعات الصحية شكرا جزيلا للقناتكم الموقر على تحت هذه الفرصة وشكرا للأخ السائل وكل عام ونتم بخير إن شاء الله يعني السؤال كان مرتبط بموضوع واحد وهو لجانة طبية اللجانة طبية تابعة لدارة الأمور الفنية حسب علمي كل لجنة طبية تنعقد لتشخيص حالها ما تطلب من المراجع أنه يأخذ مريضة ويروح شخصها خارج اللجان لأن اللجان هي تتألف من أساتذة وطباء استشاريين وعندهم الخبرة الكافية لتشخيص أي مراض إلا في حالة واحدة إذا وجود تحليل معين أو جهاز ما موجود داخل العراق فهناك يتم الطلب منه بالاستعانة يعني بأمور أخرى هم العفر رجعوك نفس المستشفى؟ نعم رفضه يعرضونها على اللجنة أصلا يعني يعني لجل رفضة استقبال الحالة؟ هو مدير اللجان رفض أن يعرضها على اللجنة اللي خاصة بالإخلاء الطبي بسبب عدم موجود تشخيصه لا لا هذا أعتقد يعني أكسو فهم الإخلاء الطبي أساس عمله هو العلاج خارج العراق يعني المرضى اللي لا تستطيع وزارة الصحة تعرجم داخل العراق يتم إخلاءهم وهذه طبعا وجود وزارة الصحة مشكورة أنه أرسلت مئات بل آلاف خارج العراق في علاج خارج العراق تمام أعتقد قسم اللجنة الطبية ما يرفض أي طلب وإنما يتم إحالته إلى اللجنة الطبية إذا كان علاجه يتم خارج داخل العراق فيتم داخل العراق تدري أنها يتكلف الدولة مباهة طائلة واضح فأعتقد أكو سوء فهم فاللجنة رفضت يعني إخراج مريضك خارج العراق لوجود علاج موجود داخل العراق فأعتقد بس هو كان المسيزة هذا التقريب طبي نسخاني جاي مني شو يقول التقريب التقريب طبي يقول تحتاج إلى مركز طبي متقدم لغرض التشخيص الدقيق فما عدنا بالعراق يعني إذا على التشخيص فهذه تدري اللجنة الطبية إذا ما وصلت إلى تشخيص نهاية هو هنانا إذن دكتور السائل يقول تنسيق ماكو يعني يفترض إذا يعني يفترض تنحل قضيته يعني هو واقع بين اللجان الطبية أو بين المستشفى الذي عاجز عن التشخيص الحالة جاية سوء يعني يعني المريضة يشلل الربع عصر أعتقد أن اللجنة الطبية لازم تأخذ بقرار إذا عجزت هناك يتم إحالته هو هذا المشكلة وخلينا أنتقل دكتور إذن قضية واضحة أنه المواطن ضائع بين المشكلتين هو هذا جوهر سؤاله أنه عدم التنسيق يقول حسب ما مكتوب عندي عدم التنسيق بين المؤسسات الصحية وخلينا أخذ سؤال الصحفي فيصل الطائع إذا ممكن اليوم أنا عندي سؤالين الحقيقة رح أستعجل بطرح حتى ما أخذ وقت السؤال الأول لماذا غياب الرقابة الصحية علما كان قبل دائرة صحة بغداد تمنح الإجازة قبل فتح هذه المحال وتراقب وأذكر حادثة أنه في يوم من الأيام في محال أحد العمال في مطعم أحد العمال كان مملك يعني مرتدي القمصة للبيضة أو المخصص أغلق المحال وكتبة لافتة عليه أغلق لمخالفة الأمور الصحية اليوم نشوف مطاعم بشار على الرصيف هذا يتأثر على صحة المواطن السؤال الثاني الحقيقة ما هي المنظومة التي يعمل بموجبها المذخرات الأهلية وهل هي خاضعة للرقابة وشكرا دكتور عامر أعتقل يعني السؤال بالنسبة لموضوع الرقابة الصحية كل المؤسسات بما فيها اللي ذكرتها جنابك الفنادق والمطاعم هي تجاز بموجب إجازات صحية تبقى مسألة الرقابة إحنا ما ننكر يعني التوسع اللي حصل خاصة في المدن الكبرى بالعراق مع اقترن بضعف بالسيطرة العامة للدولة كمؤسسة اللي تفضلت بأنه مطاعم على الرصيف أو كذا طبعا إحنا ما ننكر هذه الحقاق يعني أنه وزارة الصحة هي أبدا ما تهمل أي ملاحظة سلبية تتعلق بسلامة الأغذية والخدمات الفندقية المقدمة إلى المواطنين لكن قد تحصل حالات وهذه يعني احنا بالعكس نلتمس يعني تقريبا هسا هو أشار إلى مفردة مهمة أنه الصدرية البيضة اللي بالطبخ يمكن هاي ما موجودة يمكن هاي ما موجودة بسرعة عامة بالمطاعم هذه الحالة قبل 2003 ما نشوفها نعم أصبحوا يرتدون يعني الآن يربس الزي الخاص بالمطعم أو الفندق اللي يعمل به وهذا الصور موجود يعني عالميا أنه يلبس الزي اللي حتى فيه العلامة التجارية للمؤسسة اللي يعمل بيها تبقى قضية الصدرية البيضة يعني أدوات الطبخ دكتور لا طبعا هذه خاضعة إلى سجلات صحية للعاملين وسلامتهم من الأمراض السارية وفرق الرقابة اللي الصحية من مهامها أنه أن تدقق على سلامة العاملين من الأمراض السارية والمعدية وظروف إعداد الطعام وتقديمها هذه أبدا وأي ملاحظات سلبية تطرح أو تكون موجودة وما مرصودة نكون مشكورين لأي موافق سيصل الجواب وافي يعني بالنسبة لل والله أستاذ يعني أنا أكد أنه المطاعم اللي على الرصيف ويعني أنا ذاك اليوم في شارع الرشيد عجبني أشرب عصير لما أشوفه إذا يخسل بالسطل يعني والمي صاير أسود يعني المفردات هذا يجب أن يراقل دكتور مفردات هذا يجب أن يراقل خلي نقول يعني خلي نقول مراقبين نعم 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 الأعداد أعداد الفرق الرقابية ما عادت يعني تغطي التوسع اللي حاصل خليني دكتور أخذ هذا الفاصل لأن هذا التفاصيل أريد أن ناقشها بتوسع أكثر عزائي المشاهدين لكن بعد هذا الفاصل القصير من جديد أرحب بكم أعزائي المشاهدين وهذا الجزء الثاني من الحلقة اليوم دكتور عامر أنا أجلت إكمال الموضوع لأننا بصراحة نحن عندنا يعني فائض بالشباب العاطلين عن العمل هذه أنا بالمناسبة حتى ما يصير الكلام عن وزارة الصحة أثناء عملي بالإعلام شفتها بالنسبة للمراقبين وبوزارة العمل وشؤون الاجتماعية يعني تعرف محلات الحدادة والحلاقة والناس تعمل مو وفق ضمانات ولا وفق شروط عمل تليق بهم أهمي الوزير يقول إحنا مراقبين قليلين طيب ليش مراقبين قليلين وإحنا عندنا ناس عاطلين على العمل هذا الموضوع يتعلق بالتوصيف الوظيفي للعاملين المكلفين بمهام الرقابة الصحية نعم خريجي المعاهد التقنية واللي هي سابقا كانت المعاهد طبيعة تسمى هم عندنا اختصاص اسمه معاون وقائي طيب ومن مهام المعاون الوقائي هو التحري والرقابة الصحية على الخدمات اللي إلهي علاقة بصحة المواطنين بما فيها الخدمات الغذائية المقدمة بالمطاعم ومحارة ونرجع على موضوع عدم التنسيق اعتقد لو وزارة الصحة عالنا للمواطنين أنه هذا الاختصاص لو الطلبة درسوا به نحن نحتاجه كان أفواج هؤلاء يعينون مركزيا طيب ومع ذلك عندنا نقص خرجين هذه المعاهد نعم يعني هذه مسألة متروكة إلى وزارة التعليم العالي هذا تنسيق ما بين وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي بضرورة زيادة تبقى نقطة متعلقة بالمذاخر ذكرها الأستاذ في سؤاله نعم المذاخر المذاخر الأدوية تقصد الأدوية الأهلية هذه المذاخر هي تجاز بموجب قانون المكاتب العلمية والمذاخر وخاضع إلى قانون مزاولة مهنة الصيدلة ونقابة الصيادلة والرقابة تجري عليها من قبل الفرق الرقابية في وزارة الصحة إذا جنابك عندك ملاحظات تتعلق بمذخر محدد لا العفو أستاذ بس أسأل يعني يخاض على السيطرة النوعية الأدوية التي تجي أما يستوردها تاجر يعني ما عندك خبر أو من هذا القبيل ما أكو هذا الكلام الأدوية تستورد استناداً لقانون نقابة الصيدلة ومزاولة مهنة الصيدلة هذه الإجازات الاستيرادية ولشركات مسجلة شركات المصنعة مسجلة ولأدوية المادة الدوائية أيضاً تكون مقررة ومسجلة دكتور بالبسطيات البسطيات شلون بيها ما الأدوية؟ البسطيات والجوانب اللي بيها مخالفات قانونية خاضعة إلى الإجراءات إلى الإجراءات الرقابية المتعددة وليست مهمة وزارة الصحة فقط يعني مو فقط وزارة الصحة نعم بس المشكلة تدري يعني واحد قاعد ببسطية وفارش أدوية والناس يجي تشتري منها عفو أستاذ خليني أفض عفو أستاذ بس ثواني لا لا عذراً حتى ثواني والله منضمنا الموضوع أستاذ سعد يعني عندخلت إلى الصيدلية أريد دوة يقول لي تريد أصلي لو مو أصلي بس يتجعبني جنابك شنو أصلي شنو مو أصلي بس صيدلية يعني عندخلت له شنو أشتري تلفزيون هو العلاج المفروض المو أصلي ما يكون موجود في الصيدلية أساساً عزيزي الإجابة غير المهنية وغير العلمية للصيدلاني يتحمل مسؤوليته هو كصيدلاني دارس ومتخصص وما مخول أن يتفوه بهذا الأسلوب الأدوية اللي مجازة وعدنا قوائم بالأدوية اللي بها إطلاق صرف ومفحوصة موجودة في قسم الرقابة الدوائية وبإمكان الأشخاص أو الجيات الرقابة أن تطلع على المواد الدوائية وتتأكد هل هذه المادة مفحوصة أو لا صح قبل ما يقارب سنبي أنه راح تطلع قائمة وتشدد الرقابة على الصيدليات وراح تغلق صيدليات ما أدل جيل تتفذ هذا الموضوع خلينا أنتقل إلى سؤال لاعب نادقوات الخاصة قادر جبار إذا ممكن أستاذ نحن بالنسبة هناك قاعد تجي أدوية أغذية رياضية فاسدة دور رقابة من الوزارة الصحة وقاعد تنباع في محلات تجارية منها الأدوية اللي قاعد تجي النادرلون اللي هو هرمون وقاعد تجينا الديقة وقاعد تجينا البروفين فقاعد تجينا قاعد تجينا أدوية فهي السؤال اللي قاعد نطرحه على حضراتكم فهناك ماكو رقابة من وزارة الصحة على هذه المواد اللي قاعد تجي وكلها قاعد تجي مواد مسرطنة وبدون رقابة صحية أيضا دكتور عامر هم السؤال يومنا الحقيقة إحنا عدنا قسم فيه وزارة الصحة معني بما تسمى بالمكملات الغذائية والمكملات الغذائية تدخل من قسم منعدها بعض المواد اللي ذكرتها إحنا بالنسبة أن كوزارة مهمتنا هي الرقابة والسيطرة وعندنا ممثلين في المنافذ الحدودية الأدوية أو المواد اللي ذكرتها إذا كانت تدخل بصورة غير قانونية فهي ما تدخل من مسؤولية وزارة الصحة رغم أنه إذا خضعت أمام العين الرقابية في وزارة الصحة هي ما ممكن طبعا تتركها وإنما تصادر واللي اتفضلت به هو جزء من حالة يعني تكاد تكون عامة ضعف السيطرة على المنافذ الحدودية و بس هو أيضا دكتور ده تسمح لي يعني هو بتوقع مسؤولية وزارة الصحة أنه يعني ممكن الأندية ممكن السيطرة يعني ممكن السيدليات وتعاطي هذا الموضوع هذه المواد يعني إذا سمحت لي أولا نحن ننصح المواطنين وأستغل هاي الفرصة خاصة أبنان الشباب هذه المواد هي أساسا لو تساءل عنها وزارة الصحة وأعتقد الزملاء الأطباء الجناب المستشار والدكتور اللي ويايا شاركوني الرأي هي هذه أصلا ما مقره والوزارة تتبع المعايير العالمية التي هذه المواد عليها كثير من المحاذير وأصلا هي حتى إذا كانت للأغراض الرياضية فهي حتى ممنوعة للرياضيين بتداولها والدليل أنه الأرقام القياسية أو الرياضيين اللي حققون أرقام غير طبيعية وغير اعتيادية في المنافسات الدولية يخضعون إلى أجراءات الفحص وقسم منعهم يحاسبون على هذا الشيء الموضوع أيضا مرتبط بالرقابة وأيضا عندي سؤال من فلاح حسن وهو أيضا أعتقد من مختصاص الطبي مو بعيد المكتوب عندي ماجستير علم نفس ما أدري فأتفضل قريب من الرقابة وما رقابة أيضا راح أبقائم أهلا وسهلا السلام عليكم سؤالي على الفحصات الطبية بالمنافذ الحدودية خاصة الآمنة الأخيرة خاصة أيام الزيارات يعني تعرف من كل مكان من العالم يجون زائرين نعم فقبل كان أكو هذا الشيء موجود أنه المسافر اللي خارج من العراق أو الداخل العراق يخضع الفحص الطبي نعم الآن ما نشوف هذا الشيء شكرا طيب هذا يم سيد المستشار دكتور عبد الأمير أعتقد من يقول يمي طوال مرة حاولت عليه بعدين حاولت عليه كان الموضوع على السلس ما تبين على البنات الفحص الطبي يعني أنا رأي حواية دول ما في الدولة طلبت من عندي أن أكون يفحص أن أقدم لهم فحص طبي متمم وأنتم تسافرون في هواية مكان فكون كل زائر يجب أن يتم فحصه أو يقدم شهادة والشهادة من ونتجي يعني هذه قوانين أصبحت بالية لا يمكن تقديم فحص لمليون زائر إلى العتبار المقدسة إذا مو أكثر ملايين كل سنة فهذه عمليا يبقى بعض ما أدري صدق دكتور أنا ما أدري فعلا ما أدري بس الحجاج ما يطلب منهم شهادات طبية الحجاج يطلب منهم شهادات لموسم معين وبظرف خاص أنا ما دأه لأنه أنت قلت كل الزيارات والسبب الرئيسي تكتوله وتسمع لي أو في الحجاج والكلاب ولفترة طويلة قضى خاصة الفترة الأخيرة انتقال الأمراض يعني الكوليرا الإيدز وغيره أكثر الحالات جتنا الإيدز خاصة يعني جتنا من ناس سافروا بره ورجعوا للعراق وبدون فحص طبي فنقلتها إلى علمياً قضية الإدارية بالضبط القضية العلمية بالضبط الكوليرا لا تنتقل إذا واحد طب وطلع الكوليرا مرض مستوطن في العراق وفي بحث ونحن في مجال الأيدز ما ينتقل بزيارة وشرب الماء ومن واحد يدخل ويطلع ينتقل بأسباب من ضمنها استعمال الأبر غير المعقمة وفترة إدخال سوائل إلى الجسم مثل مخدرات وهي غير ملوثة أو الاتصال الجنسي الغير ممتنع أو غير مسيطرة هذه أهم الطرق في انتقال الأيدز أما ما يشاع هذا موضوع آخر أنا لست في سدته طيب خلينا أأخذ بس التعليق دي آريت واختصار من دكتور عامر الحقيقة للإضاح لاتفضل بسيد المستشار دخول المسافرين عبر المنافذ الحدودية عالمياً خاضع إلى اللوائح الصحية الدولية التي تسمى الانترناشنال هيلث ريجوليشن اللوائح الصحية الدولية موقع عليها العراق كون عضو في منظمة الصحة العالمية اللوائح الصحية الدولية تمنع أخذ عينات بإجراء الوخز بالأبر بإجراءات تعتبر إجراءات مزعجة إلى المسافر وهذا معمول به عالمياً تبقى القضية وين؟ بالنسبة أن المواطن دولة خارج العراق التي تفضلت به لنفترض العراقي ومغادر إذا كان متجه إلى دولة الآن هذه الدولة تشهد تفشي وبائي محدد وهذا الوباء له لقاح يفترض أن يأخذ اللقاح مثل ما يحصل مع بعض الحجاج من يتوجهون من كان الكورونا وفايروس مرض خاص من في الوانجر أما الدخول الداخلين هو يقول هو قال العراق الطالع ويرجع يدخل خليني بصراحة أخشى أنه تضيع علي أسئلة والجمهور الكريم حاضر ومتجش معناء الجاية خليني آخذ سؤال السيدة كريمة صغير إذا ممكن بالنسبة لي أنا مريضة وراجع يعني القلب المفتوح تتعرف يعني من أراجع للطبيب لاختصاص مالتي لأساس يعني هو اللي سوالي العملية وهذا يعني إذا رح للعيادة يكون أخلاق قوية غير شكل أهلاً وسهلاً وترحيب وهاي أروح للمستشفى ما عندي تمكين يعني كل مرة أروح إيادة ممكن يعني أغنياء يعني حالتي متوسطة يعني يعني أقل يعني ومريض وتعبان والأجوية وانتي كلها غالية لازم من برة والصيدليات تعرفوها أنتم والجنار يعني كلها تجارية وغالية الأجوية واني قلب ويوميا ستعش هبايا أشرب زين من أقول له هذا يقول لي إيه تعاليلي للعيادة ليش آني للعيادة واني مريضتك واني مسؤولة منك واني هم من الصحة واني موظفة وياكم بالصحة طيب خلي أخذ جواب من دكتور عبداللاصر باعتبارك طبيب وهذه الحالة تعرف يعني المواطنين هو حتى بالنسبة بالمناسب بالنسبة للعيادات الخاصة همين بعض الأطباء يكونوا نجافين نعم شكرا جزيلا يعني أعتقد هذه حالة خاصة الطبيب هو أولا وآخرا إنسان والإنسان يعني يعتمد على أخلاقه وتربيته لكنه بما أنه هي بما أنه المراجعة المؤسسات الصحية يجب أن تخلوا من عملية دفع المرضى إلى مراجعة المؤسسات الصحية الخاصة أعتقد هذه حالة خاصة لا يمكن تعمينها يعني تمام يعني مظاهرة أنه الأطباء يصيرون قريب على المستشفيات ضمن اقتصاصات محددة أكيد لكنه ما أعتقد هذه ظاهرة والدليل يعني ما أعتقد طبيب يعني كل الأطباء العاملين في مراكز أنا الأدري أنه الأطباء العاملين في بضعة اقتصاص القلبية هم الناس ما أعتقد أصلا يشوفون المرضى في العيادات الخاصة فكيف يحول المرضى من المستشفي أعتقد هذه حالة خاصة وحالة خاصة جدا الأمور العامة والتوجيهات في بزارة الصحة وأصلا يعني يمكن قبل طيب خلينا على هامش الموضوع ولا وقاطعتك وأعتذر جدا زين والموعدة دكتور لا أعتقد يعني أنا من الناس أنا هساء تورين المطبيب كمريض إذا أروح إلى مؤسسة صحية وألقى هذا الطبيب الاستشاري في يوم فلاني ما أعجبني هسا ما نقول نحن من ناحية علمية من ناحية أخلاقية حشة يعني أكثر الطباء إن شاء الله هم أخلاقيتهم جيدة جدا بعضهم أقدر أغير إلى طبيب آخر وهم موجودين وكل الاستشاريات طيب خلينا يعني على هامش الموضوع نعم يعني كثرة المراجعين على كل طبيب بالعيادات الخاصة نعم هو نحن نتكلم عن طبيعة التعامل ومثل ما مكتوب عنده بالسؤال طبعا عدم اهتمام العطباء بالمرض وعدم الإنسانية وعدم الاهتمام بصحة المريض يعني هواي يجيون فتح 50 حالة 60 حالة يخلي ينتبه ويركز ويشرح للمريض دواء يعني ما يتعلق بالمرض خليني أخذ الإجابة أعزائي المشاهدين بعد هذا الفاصل قصير أهلا بكم أعزائي المشاهدين في الجزء الثالث من حلقة اليوم المخصصة لمناقشة ما يوصف أو يعتقد أو يعتبر تردي في الواقع الصحي والخدمات المقدمة للمواطن العراقي من قبل القطاع الصحي دكتور عبد الناصر قلت لك بأنه واحدة من الحالات التي إلهي علاقة بطريقة تعامل الطبيب والمريض أنه كل طبيب تقريبا تقريبا الأعمال الأغلب يستقبلون حالات مرضية كثيرة ما يخليه ينتبه لزيان ما يخليه فحصه بشكل جيد وما يتعامل بشكل كال طبعا لهذا وزارة الصحة لجت إلى الإحالة الطبية أو يعني السيستم الذي ينعمل به بنجاح في بداية الأمر ولكنه يعني صار بي تلك لأسباب خارج عن إرادة وزارة الصحة نعم وأعتقد إذا وعيد العمل بنظام الإحالة فالست سألة هذا السؤال أأكيد الطبيب القلبية وطبيب أي خصائي يعني يكون من أي الاختصاصات من اللي سيشوف 10 أو 15 مريض لحينطي الوقت الكافي للمريض للسماعة وتشخيصه والإجابة على استفساراته بصورة واضحة ولكنه نحن أغلب استشارياتنا أخصائينا يشوفون 50 و60 و100 و150 مريض تدري هذه لحيصير حمل وبردن على الطبيب وكذلك المريض لحيكون مقتنع بهذه الدقتين 3 أو 5 دقائق اللي لحيكون وخاصة هو بالمناسبة حتى يتكرر بالعيادات الخاصة هذه نحن نحكي كوزارة صحة مؤسسات صحية حكومية فهذا اللي أعتقد أنه أكفض ضغط لحيصير على المؤسسات الصحية على الاستشاريات في عداد المرضى في عداد بالنظام الإحالة خليني أنتقل إلى سؤال علي وحيد هذا ممكن السلام عليكم عليكم السلام ارتفاع الأجور الطبية وخاصة الطبيبات النسائية يعني واحد من يأخذ مرتفع مثل الطبيبة ما شاء الله يعني بالأضافة يعني الإجرى مالتها والسونار والهذا الأدوية الأسعار مال الأدوية والاتفاق ما بين مثل الطبيبة والصيدلية الجواها والاتفاق ما بين الطبيبة والمختبر والسونار والدوبلر فكل روح الطبيبة تقريبا أنت تكلفك تجد تقريبا 150-200 أو كحالات تصير 250 أو أكثر طيب فمثلا أكو مثلا قانون أو مثلا شي محدد مثلي حدد جور الطبيبات مثلا أو مثل الأدوية أكو مثلا قانون أو شي يحدد يعني أسعار الأدوية شكرا دكتور عبد الأمير يعني أيضا أذكر بأنه وزارة الصحة في وقت قريب وعدت بأنه راح تراقب أسعار الأدوية تطلع تسعير أنا ما أدري أين وصل هذا الموضوع تفضل يعني حاولنا أن نضبط تسعير الدواء ونواجه مشاكل مختلفة في هذا الموضوع كذلك التحاليل أنت تكلم عن قطاع الخاص بصورة خاصة وقسم منها غير منضبطة مع الأسف بصورة عامة الخدمات الصحية في المؤسسات العامة تقدم مقابل مبالغ محددة وبسيطة جدا لا تتناسب حتى مع أسعارها مع ذلك أحيانا تقصد الكشفية لو تقصد التحاليل أقصد في المستشفيات ها في المستشفيات نعم في المستشفيات ونشكل وهذا المسؤولية المباشرة أما المراقبة في القطاع الخاص صحيح هناك مراقبة من قبل مؤسسات عندنا في الصحة وكذلك نقابة الأطباء وهناك بعض التجاوزات إذا تم تحديد تجاوز أريد أن نعرف به ما نقدر نعمم نفس النقطة ما نقدر نعمم على الجميع في وقت أكو من يسيء إلى المهنة ونرغب أن نعرفه سواء بإخبارنا عنه أو إحنا طيب دكتور بكتلي عندك ملاحظة أو ملاحظة ثانية قضية العدد بالنسبة للرقابة الموظفين يروحون على المطاعم وغير ذلك وتعين الأطباء حتى تعين الأطباء المتخرجين حديثا عندنا ضعف عندنا تأخر في ذلك وهذا موجد صالة سنينة العديدة وتسعى الوزارة إلى تعينات بالرغم أنه تعرفون توقف التعينات منذ أكثر من سنة مع ذلك الوزارة استحصلت وافقة من مجلس وزراء لتعيين عدد كبير الشك الشبير ببعض صغيرة بصراحة لا زالت هناك صعوبة بأن نحصل التمويل الكافي والدرجات الوظيفية وهذه خارج صلاحية وزارة الصحة نطالب بها مجلس وزراء بس ودكتور هذا موضوع المراقبيني عن جميع الوزارات وأنا ضربت مثال وزارة العمل والشؤون الاجتماعية خليني حفاظا على الوقت وإذا عندك ملاحظات ممكن بالإجابات الأخرى أنتقل إلى سؤال الفنانة دعاء حسون إذا ممكن طبعا الموضوعي أنا اللي أريد أطرح لكم سؤالي عن الأجهزة الطبية والعطل الموجود بها اللي هذا دائما يصد تأخر به مثلا أنا عندي عملية لا يزك العيني ولحد الآن أنا قاعدة أنتظر الجهاز العطلان اللي يجيوه الجهاز يكون يعني بكفاءته حتى تب العملية هذا طبعا يحل موضوع العقود والأجهزة تجي بكفاءة مو كفاءة أو تجي أجهزة تنشمر بالمخازن ورما يتم شراءها والمشكلة يتحملها المريض وبمناسبة الكثير من الإحالات من مستشفى المستشفى روح للناصرية روح للبصرة روح كذا نعمل جاهدين على أن هذا يكون هذا على مدار الشهر هل تنتظرين؟ يعني من شهر إلى شهرين دائما يعني كل فترة أنا دراجة هاي مريضة ومرضى آخرين والجهاز أكو حالات مختلفة تحصل قطعا تحصل بس أنا إذا ما أعرف النقطة المحددة هذا تكلم صورة عامة هناك ضمان للأجهزة المتوفرة أما الجهاز يجي ويستورد وينحظ على صفحة هذا تقصير نتمنى إحنا نعمل جاهدين على أن نراقبها وأنه هذا شيء ما يحصل لأنه فلوسكم هذه نصرفها في نفس الوقت إذا أكو شغلة محددة أرجو إيصالها أن إلي أنا مستعد أستلمها كمكتب كمستشار أتابعها كحالات منفردة كذلك بالنسبة للأخت الفاضلة السيد أسعد جاسم محمودي السلام عليكم نسأل على نقدر نسميها الفزادة الإدارية داخل المستشفيات أنا أحكي لك على حاله كان عندنا مريض عنده عملية ما يسمى فوقه الكبرى اللي هي فتح الصدر وتبديل صمام الدكتور كتب أن ست بطالة دم أنا أخذت متبرع نواية من ضمن يعني الأخوياي بالمنطقة وابن المريض هم جاب أصدقائه رح لندنا تبرع بالدم قالوا تتبرعون ست بطالة تتبرعون عشرة تتبرعون اثنى عش نطيكم بطل واحد شون السبب ما تعرف ليش يا با الدكتور كتب ست بطالة دم يحتاجه هو عملية فوق الكبرى شون تطلون بطل واحد هاي واحدة اثنيا بطل الدم ما يصير تشيرها بيدك وتاخذها ولازم تشيرها بحافظة الحافظة مني نجيبها باب مصرف الدم هاي باحدة المستشبيات الكبرى اللي حيشها عليها الأخ ممكن عرفت هاته الحافظة قدر شن مشكلة بتسمية المستشف مو أحلى جتنا توسي أنه منقول حري هاي حري الله الحافظة باب المصرف الدم 3000 عبارة عن فلينة تنقل بها البطالة ما الدم هذا أول شق الشق الثاني احنا كنا قبل نسمع كنا بالمدارس لا تشتري من البعام التجاولين والآفتات وكذا وهذا هاي حاليا يعني أعتقد ما موجودة طيب هل تسمح لي أكتف بهذا المقدر لأنه حقيق ماشي ماشي كافي وأروح للدكتور عبد الناصر كامل نعم شكرا جزيلا بالنسبة لمصرف الدم الوطني المركزي العراقي اللي تابع كان المركز العمليات والآن انتقلت إلى تحت مضلة دارة المورة الفنية مصارف الدم العاملة تعتمد على عدة أمور من ضمنها توفر أكياس الدم الفارغة أكياس الدم الفارغة تدري مستوردة وهذه تطلب توفير تخصصات مالية إذا أكو قصور أو شورتج بالتخصصات المالية لاستراد هذه الأكياس لحين أكس على عمل مصرف الدم وبالتالي لحين أكس على تجهيز الدم للمواطن وأعتقد هذه المشكلة صارت في مصرف الدم المركزي الآن في الأوان الأخيرة لأنه تم حلها بوجود تخصيصات أنا أتدري لأن مصرف الدم صار خارج نطار طيب بطور بمناسبة الكلام عن التخصيصات إذا أسمح لي فايل يعني أنا أكد على وجود أنه يعني التخصيصات المالية تدري وزارة الصحة جزء من منظومة الدولة العراقية هو أنا أريد أن أسأل عن دولة العراقية تحركها يكون مرن متى وفرة التخصيصات المالية لا أسمح لي هو يفترض مو عندنا سلم أولويات أكيد كل واحد عده فلوس عده سلم أولويات أكيد مو يفترض الصحة في أعلى سلم الأولويات هذه قرار قرار أعلى المستويات أعلى المستويات أعلى المستويات طبعا يعني خارج إرادة وزارة الصحة يعني دائرة العام وزارة وزارة حكومة نعم والمالية أيضا أنا معروف بالنسبة للحفظ تدري الدم يعني ينطول المواطن ويقولوا لحيربي إذا بالمناسبة إذا يروح يمكن المستشفيات بعيدة هاي مشكلة يأخذ فلينة مخشوفة بالمناسبة دكتور أنا بقيت لحد ساعة دخلها بمدعش بالمستشفى وبعدين قالوا نروح لأنه ما عدنا بطالة للمتبرعين نرجع عن نفس المشكلة عدم توفر أكاس الدم أدى إلى قصور في تجهيز الدم المواطني وهذه خارج قلت لك يعني هم أرجع أقول بأيام الموازنات الانفجارية هو المريض ينقل الدم كارتونة لوفلينة بس يعني أعتقد يعني أنا ما دافع عن مصرف الدم لكنه ثق وإعتقد جهود جبارة بالتأكيد والدليل والدليل هاي فترة نخضنا حروف نعم فترة مقارعة الأرهاب وفترة ما أخلي دكتور النقطة هنا أنا أقول أنني أحتاج ستة يطوني بس واحد إذا كان هذا شي صحيح فهو خطأ طبعا خطأ أكيد فأرجو أيضا أرجع أنا أنا متأكد ما ممكن أنا كجراح إذا أحتاج أربع بطالة دم يطوني واحد ما سوي العمل إذا تسمح لي فأرجو إذا هذا كان فعلا ويحصل صحيح فهو خلل الأسباب ما أقدر أن أقشح بدون أن أطلع فأرجع أقول إذا أكون هالحالة الرجاء يصال لإنه هذا صدقني ساعدنا للمدير على نسل حتيناه قال نطيكم بطل واحد للمدير مدير المصرف اللي بالطابق الثاني هو احتمال الفصيلة أو فتشي لا لا ما شاعد إذا قلنا قلنا ستة يحتاجون نطيكم عشرة أربع أخذوها لكم بس فهمهم وصل الحالة المتابعتها الرجاء خليني أخذ وأيضا أكرر حفاظا على الوقت وحفاظا على حقوق الجمهور الكريم الميضة إزهار أحمد نعمة عدم توفير علاج الأمراض المزمنة الأمراض الكلة وارتفاع سعر التحاليل خاصة أمراض الكلة هنا الضمان الصحي والتأمين الصحي أنا جاي أحتي عن معاناة آني جاي Bear Sheik تعيشها يعني حالة عندي ESLE داع ذا بيت الحمراء أمراض الكلة يعني ومرحلة جاي تقدم عند المرض ولا أقدر أنام لا أقدر آكل لا أقدر أمشي رجلي ما أقدر وما عنده معين ما عنده وظيفة والعلاج غالي التحالي الغالية والحل شنو ما أعرف يعني ابني قبل سنة توفت 13 سنة عمره عنده تناظر كلاوي وتوفى غسل كلا وتوفى سبب علاج ماكو ما أقدر أشتري علاج فجاي يعاني معاناة كل الصعبة يعني هذا مثال من يجاوض من حضراتكم على هذا ضمان الصحي من يتبنان لا أقدر أشتري علاج العفو لا أقدر مثلا أروح للطبيب المستشفى مرات لازم من الأخصائي لأروح ما أقدر يعني يعني شنو انتظر الموت يعني وهذا الورام وهي النتيجة قدامكم انتو خيشوف الورام ما رجبي ما عنده معين يتي ما أهل متوفين يعني ما عنده معين ولا وظيفة عندي زين شون اشتري علاج شون أطفالي محتاجيني الحل شنو يعني حتى أخذ إجابة تفصيلية أحتاج أخذ هذا الفاصل الأخير من جديد من جديد أرحب بكم أعزائي المشاهدين هذا الجزء الأخير من حلقة اليوم دكتور عبد الناصر يعني هذه حالة من حالات ونوع وأكو أنواع وأذكر بالأمراض المستعصية التي لا أكد داعي أذكر تفاصيلها تفضل نعم أريد أشير إلى حالة الأخت التي هي دائرة ذيب اللي حمراري في وزارة الصحة وبالذات في دائرة مدينة الطب أكو العيادة استشارية للأمراض الغذوية بها وحدة خاصة للعلاج البيولوجي هذا مكلف على الوزارة الصحة لكنه قدرت تستورده وقدرت تفتح وحدات في دوار صحة متعددة لاستلام المرضى أو المرضى اللي يعانون من أمراض الغذوية مستعصية أدت إلى مضاعفات إلى أكثر من سيستم بالجسم أعتقد إذا هي راجعة مدينة الطب في بغداد أو حتى في مستشفى اليرموك عدنا في مكانين لإعطاء الأدوية البيولوجية وعدنا الآن فتحنا في البصرة وفي النجف وفي كردستان وكذلك الآن خلنا شوف هي راجعة من؟ راجعة مستشفى الكرامة وشيد عدنان المرض جاي يتقدم عندي والعلاج غالي مالتنا أما لمراض الكلة وانتظر الموت إحنا أمراض الكلة المتظر الموت يعني الموت بطيئنا أكو تنسيق بين مركز الأمراض الرثوية وبين مركز أمراض الكلة لمتابعة الحالات المرضية اللي تأثر على أكثر من جهاز واحد مثل دائذبي الحمراري اللي يصيب الجلد والمفاصل وأمراض الكلة وحتى نوات الجهاز العصبي ولكنه اللي يمتأكد منه أنه وزارة الصحة تولي أهمية استراد الأدوية البيولوجية أهمية كبيرة وبأموال طائلة وكل مريض يراجع هذه المراكز في بغداد وفي مدينة الطب في مستشفى بغداد التعليمي فايل يمفتح للمصابين بأمراض الرثوية شكراً دكتور عبد الناصر دكتور عبد السادة عندك تعالية قلت له نعم ياريت وهي ذكرت حالة وفاة طفل نعم ليتعلم تناظر كلاوي وغسل كلا وتوفر وما أقدرت أن تشتري علاج راح توفر من عندي يعني لازم زرع كلا اللي عنده فلوس يقدر يزرع اللي ما عنده يروح الملاحظة اللي تتعلق بالضمان الصحي النظام الصحي بالعالم يواجه ثلاثة أو أربع تحديات واحد من عنده هي الزيادة السكانية هذه ما ممكن تفاديها والمهم الآن اللي يحصل عالمياً ما يسمى بالتغيير الوبائي النمطي للأمراض يعني فئات عمرية كانت مثلاً أمراض تصيب فئات عمرية محددة أصبحت الآن تصيب فئات أصغر الرعاية الصحية كلما تقدمت كلما أصبحت كلفتها عالية وهذه معروفة عالمياً لتغفادي هذا الشيء وجد عالمياً نظام الضمان الصحي والتأمين الصحي قانون مسودة قانون الضمان الصحي معروضة أمام مجلس النواب منذ أكثر من سنتين دي سور مع التأكيد وحتى لا نغمط وزارة الصحة حقوق وزارة الصحة تجيب أدوية غالية وزارة الصحة تفوج مرضى لخارج العراق لكن تبقى عندنا حالات إنسانية هائلة بالعراق نعم يعني هو نظامنا هذا نظامنا أنه المريض الدولة تتحمل عباء المريض نعم الرعاية الصحية مثل ما ذكرت الجنابكم والسادة الحضور الرعاية الصحية المتقدمة مكلفة مكلفة يعني هذه خاصة أن يتفضل به دكتور عبد الناصر الأدوية البيولوجية المعدلة هذه مكلفة جدا قد ما يصدقون يعني بعض المرضى منذكرهم أنه سعر الفيال الأبرى الوحدة قد تصل إلى ألفين دولار مع ذلك مع ذلك هو مسؤولية الدولة للمواطن ضمن النظام ضمن سيستم نعم 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 تقرفه وظائف الكلا شقد التحاليل مالتنا شقد مكلفة نعم العلاج على كل وظيفة بالجسم لازم أخذ العلاج إليه لأنه عجز كله ويعتبر الحال شنه دكتور نعم ما أقدر أنام أكل ما أقدر أكل تنم في ضيق بالنفس يعني هل أمر كله يحتاج إلى زرح كيلة هل تتعالج مالدة نعم نحن مؤكد أي ملاحظة التي تفضل به سيد المستشار أي ملاحظة طرحت من قبل الأستاذ الحضور ستلقى المتابعة والتقييم ونكون مشكورين إذا أيضا تحاط الوزارة علم بتفاصيل حالة بحالة التي ذكرت من قبل الأستاذ الحضور الكرام خلينا أنتقل سؤال سيد كريم سعيد كذا ممكن الله عز وجل بكتاب يقول يقول أنه خلق للإنسانة في أحسن التقويم نحن ما جاي نشوف التقويم هنا عندنا بالعراق من خلال الصحة واللي دي يصير بيها يعني الأمراض اللي عندنا الكوليرا مثل ما عرجت عليها يا دكتور هاي بالمي والآيدز مثل ما عرجت عليها التهمين الحمى والنسفية والأمراض اللي غيرت حاليا بالبصرة التلوث اللي دي يصير أسبابها جابني دكتور دكتور عبدانير لو أخذ منها بس الحمى والنسفية حقيقة عدد الحالات اللي صارت ترى كلش قليلا ولكنها مفزعة مرض خطير أنا كنت أشتغل في دبي وزملاء صوبي بي جاء مريض انتقل مرض رأسا إلى طبيب وإلى تمريضي ممرض توفى طبيب وضع شبه توفى إلى آخره هذه مستوطنة في العراق وفي بعض البلدان ولكن عددها كل اللي صارت الهوس عليه بالعراق لم تتعدث من حالات فقط لكن مرض خطير وسبب الرئيسي هو وجود القراد اللي ينطل المرض من الحيوانات فالمشكلة مشكلة زراعية وبيطرية أكثر من كونها ولكن من يجينا المريض من يجينا المريض صار طبعا اهتمامنا وأكو تنسيق مع الزراعة بالنسبة للتلوث المياه طبعا إذا المياه ما معقمة وما معقمة بدرجة كافية ولا مصطفاء بدرجة كافية هذه واحدة من المشاكل اللي تتعاني منها المريض ووزارة الصحة ووزارة الصحة والبيئة بالمناسبة هي أيضا مسؤولة عن الصحة والبيئة ولكنها ليست مسؤولة عن تنقية المياه مسؤولة عن وأكو تعاون مع الوزارات المختلفة ويجينا تنسيق ولكن احنا متلقيين أكثر مما كوننا ندخل في هذه دكتور العفو تلوث المياه ترى يعني فضاعة يعني المستشفى مدينة الطب نفسها نعم ترمي الفضلات مالتها بالنهار ديشلة صحيح المفروض تعامل ويجري مصفى الدورة يجري تعاون هذه بيئة بالمناسبة هذه بيئة لا حتى الصحة كتائرة تلوث مالتها لا لا أقول أنا سابقا وعذرا وأنا محتاجي الوقت جدا يعني سابقا كان وزير البيئة اختلف عن وزير الصحة فأجنت أقول للوزير البيئة أقول لي الصحة يرمون لو ما يرمون يقول لي يرمون حسنا وزارة البيئة نفسها وزارة الصحة فأي افترض مخلفات المخلفات موجودة بس كيف يتم التعامل معها قبل رميها بالنار يجي بأن يتم التعامل معها من الجهة التي تصدرها كمدينة الطب معذرة أنا كوني كنت المؤمدين العام كنا نعاملها كانت ما معاملة بدأنا نعاملها في الوقت الحاضر ما قدر أطيق يقينا بس أنا متأكد أنه الدائرة والوزارة ترعى هذه النقطة وممكن متابعتها كذلك ممكن ملاحظة طيب خليل أنتقل لسؤال المجيد محمود لأنه الوقت بدي داهمني السلام عليكم عليكم السلام بدون نزح ما هو السؤال ما لت أنا طرح قبل بقبل الأستاذ بالنسبة للدواء اللي عدم توفر الدواء وكو حالة ثانية أكو حالة ثانية من الدكتور موجود بالنسبة للإسعافات الأولية هاي صارت بي حالة عندي مريض ردت أنقلها غير مستشفى على مد غسيل كلي ردوا من عندي مئة وخمسين ألف على مد سائق السيارة يطلعوا إياه والأبل الدكتور يقول لي روح تعامل ويا سائق الإسعاف على مد غسيل كلي المريض وتوفى المريض بسيارة الإسعاف وهي مستشفى الكندي دكتور هذي ضحرة اللي تقول لي حايمو ضحرة إحنا أولا نشير النقطة مهمة سيارات الإسعاف الآن موجودة دعونا نحشي على بغداد نوعين نوع تابع إلى قسم الإسعاف الفوري اللي تابع مركز العامة طلب الطوارئ وهذا يتم التعامل من خلال الاتصال بـ 122 من خلال وجود سيطرة مركزية وهي عملها هي التعامل مع الحوادث والنقل المرضى من البيوت محل سكن محل الحادث إلى أقرب مؤسسة صحية النوع الآخر هو سيارات الإسعاف اللي تقوم بنقل المريض من مستشفى إلى آخر هذه واجب بالمؤسسة الصحية إذا تسمح لدكتور وسمحوا للمشاهدين أنا أريد أخذ سؤال كالم الجناحي إذا ممكن باختصار السلام عليكم الدكتور بالنسبة للتشخيص المرض بالعراق بالنسبة لي يعني أعتبره مؤكد أنا صارت بيا حالة عندي زوجتي بالجملة العصبية طعت لها حبايا بقصته رأت الدكتور اختصاص جملة عصبية ما نريد نذكر اسم شخص المرض قال لي تنقلها المستشفى منزل في الطب إجراء عملية فتح دماغ هالي حالة تعبانة المهم فتحه والدماغ فتح الدماغ كمل الدماغ ورام الدماغ اتبه هذلت آخر شي الدكتور نفسه قال يابا هاي حالة يسموه هذا المرض الجديد التدرن العنفوي سيد بجيد أنا بقض عندي دقيقة خليني أخذ تعليق من دكتور طلعت بتجيوب الأنفية وليس بالدماغ تلبتنا 10 ملايين هالي هذا التشخيص بالعراق مشكلة كبيرة جدا لا باختصار هذا ممكن أبدا الطبيب العراقي وفي ظل توفر الأجهزة الحديثة بالمؤسسات الصحية مشهودة بالكفاءة المهنية واختلاف الرأي أحيانا يعتمد بالتشخيص على تقدم الحالة المرضية الحالة المرضية قد تبدو في مراحلها الأولى بعلامات مرضية تختلف كليا إذا كانت متقدمة فيما بعد واللي تفضلت به هذا معروف وموجود ممكن أن يحصل حسم للتشخيص بعد أن يتمكن الطبيب من الحصول على الوسائل الكافية التي تمكنها من أن يمطل التشخيص المضطر أختم بس خليني أقول بأنه التشخيص في العراق الناس بدأ وميثقون به ليش ما أدري أنا ما أتحدث عن إحصائات علمية بس هذا ما يشاع وأأكد هذا اللي عرضنا حالات من حالات هائلة وكبيرة جدا القطاع الصحي شأن القطاعات الأخرى لا يمكن معالجة بحلقة واحدة أشكركم شكرا جزيلا وبتأكيد أتوجه بالشكر الجزيل لدكتور عبد الأمير المختار مستشار وزارة الصحة دكتور عامر عبد السادة مدير قسم القطاع الصحي الخاص والاستثمار ودكتور عبد الناصر كامل مدير مركز العمليات وطب الطوارئ وبتأكيد أتوجه إلى الجمهور الكريم الذي أغنى الحلقات وأثار الأسئلة المهمة ولكم أعزائي المشاهدين شكرا جزيلا على حسن المتابعة وهذه دعوة لتشريفنا بمتابعة الحلقات المقبلة من برنامج سؤالك شكرا جزيلا شكرا جزيلا